في خطوة تؤكد اهتمام الاستثمارات الخليجية في لبنان والاستثمار بتوسعها في المناطق اللبنانية افتتحت شركة ماجد الفطيم الإماراتية فرعها الثالث من كارفور لبيع التجزئة وذلك في منطقة زوء مصبح الكسروانية وألمحت إلى أن هناك فروعا أخرى ستتبعها في مختلف المناطق وكفرع سيتي سنتر وستي مول سيقدم الفرع الجديد بيع المواد الغذائية والمأكلات والأسماك واللحوم والألبسة الجاهزة والمواد الكهربائية وأجهزة المنازل وغيرها أنه نحن لبنان مهم بالنسبة لنا وهذه خطوة جديدة لأنه نحن نفتح فروع أكتر باللبنان ونثبت أنه نحن مهتمين بهذا البلد ومهتمين بتطور أبناء البلد فإن شاء الله هذا الفرع رقم ثلاثة بس في فروع كير جاي سعدنا أنه اليوم اللي عم يعملوا كارفور صار مميز عنا بهالوقت للأسف بهالوقت الصعب اللي عم يمر في لبنان كل فترة عم نسمع عم بيع خبرية معاكسة يعني بعدما نكون عم نسمع أنه في شي حدا عم بيفتتح فروع جديدة اليوم الخبريات كلها عم بتكون أنه أو عم بيزغر أو عم بيقفل أو شي بها المعنى فعم نقول أنه مبروك لكارفور وعم بيثبت أنه لبنان بعد فيه استثمارات عم بتصير وأعلنت كارفور أنها أطلقت خدمة الأونلاين وستكون متوفرة لخدمة اللبنانيين من أول آب غصص المقبل ترجمة نانسي قنقر